المتماعين في بيان السياسة العام للحكومة يلاحظ أن الشق الاقتصادي نال حيزاً مهماً بعرض إنجازات الحكومة في مختلف القطاعات الاقتصادية مركزة على عدة معطيات همها. قيمة ناتج الداخلية الخام ارتفع من 160 مليار دولار سنة 2016 إلى 168 مليار دولار سنة 2017 ويقدر بـ 184 مليار دولار سنة 2018. الديون الخارجية العمومية تقدر بـ 1.06% من الناتج الداخلية الخام. الديون الداخلية العمومية تقدر بـ 36% من الناتج الداخلية الخام. قطاع الفلاحة حقق نمواً معتبراً خارج المحروقات قدر بـ 3.4% سنة 2018 مقارنةً بـ 2.4% سنة 2017 حيث أضحى يمثل 12.3% من الناتج الوطنية الداخلية الخام التحكم في التدخم حيث سجل 4.5% خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2018 أرقام ورغم إيجابيتها يرى فيها المتتبعون لشأن الاقتصادية أنها لا تعكس الواقع الاقتصادية الذي تمر به البلاد خاصة وأن معدل النمو لم يصل الستة بالمئة بعد الاقتصاد الجزائري حتى يتمكن من امتصاص البطالة الموجودة وحتى يصطاع الاندماج بشكل أفضل في الاقتصاد العالمي فلا بد أن نحقق معدلات نمو تتجاوز الستة بالمئة ربما الشيء الإيجابي في معدلات نمو اليوم هو أن قطاع الفلاحة إنما ينمو بمعدل مرتفع يعني في حدود أن معدل النمو تقريبا أنه قارب 9% قطاع الفلاحة نعم حققنا نمو في قطاع الفلاحي لكن تم كذلك لما وصلنا إلى الانتاج وإلى فوائد الانتاج وقعت الكارثة أننا لم نستطع أن نصرف هذه الفوائف وبالتالي معناه ما قيمت أن ترصد أو ترصد الحكومة أموال ضخمة وبالتو في النهاية لا ينجح القطاع إذن نجاح القطاع مرهون من البداية إلى حتى أن يساهم هذا القطاع في تنويع الصادرات تمويل الاقتصاد عبر عدة أشكال من بينها منح 400 مليار دينار للبنوك لتقريدها بدورها للمؤسسات الاقتصادية العمومية ناهيك عن القروض الممنوحة من طرف الصندوق الوطني للاستثمار والتي قاربت 3000 مليار دينار لم يقابله في الواقع ديناميكية لاقتصاد منتج خاصة في ظل تمويل الخزينة العمومية لهذا النوع من الاستثمارات حسب المختصين يجب أن نعمل على فك الارتباط بين الفعل الاقتصادي وبين الخزينة العمومية لماذا لأننا نتكلم عن الصندوق الوطني لإستثمار مع ذلك تمويل الخزينة العمومية لهذا الصندوق والهما نفترض بأن نسعى إلى تقليص إلى تقليص الأعباء أو تخفيف الأعباء عن الخزينة العمومية نعاني من عزل موازنة عامة للدولة نعاني من عزل الميزان التجاري نعاني من عزل الميزان المدفوعات ونملكه في حدود 82 مليار دولار كاحتياج السعر الصالح إذا لم تتغير الوضعية الاقتصادية في أقرب الأجال ممكن أن الجزائر بعد عامين تذهب إلى السيدانة فقدان الجزائر لنسبة 70% من مداخلها من العملة الصعبة منذ انهيار أسعار النفط سنة 2014 لم يمنع الحكومة من مواصلة برنامجها المتمتل في خلق مجاريع استثمارية وإعادة بعث أخرى وهو ما من شأنه تحقيق أهداف خلق اقتصاد منتج وتنويع الصادرات